موسيقى كان هناك خلق إن شاء الله نفورة جديدة والتي هي أولاً إعطاء نوع من الجمالية ولكن كذلك كدخل في واحد البروجي المقبلة عليه مقاطعة المعارف وهو ما يسمى لفوادو مصار الماء والتي إن شاء الله ستجي مناسبة قادمة لكي نحاول نفصله متسابعي قناة أنفاس باريس مرحبا بكم حين أنت تتوجدوا بمقاطعة المعارف في مدينة الداربيداء وبالضفط رمبا التي تلقوا عليها البيضويين رمباس باصير أو رمباس بحي ليسا مقاطعة المعارف قررت تدير واحد النافورة في هذه المنطقة لكي أعطي واحد صورة جمالية لهذه المنطقة وخاصة أنها توجد واحد من أقدم الأحياء في مدينة الداربيداء وهي منطقة الدرب غلف وخرجنا باش نعرفوا رأيتي المجموعة من الجمعويين حول قرار إحداث نافورة في هذا المكان أجي نشوفوه واش قالوا لي سي رشيد مقاطعة المعارف قررت باش ديروا حد نافورة في هذا المكان اللي احنا نتواجدوا فيه الآن اشن هو رأيك واش أنت مؤيدة للفكرة ولا لا؟ أولا بالنسبة للنافورة اللي غدرنا هي فكرة مزيانة ومحمودة بالنسبة للجمالية بالنسبة للمنطقة الحية اللي هو درب غلف اللي هو محتاج مثل هذه النفورات محتاج مثل المساحات الخضراء اللي هو الأطفال دينا اللي هو الأطفال دينا راكيب غوري خرجوا يروحوا عن نفسيانهم راكيب غلّف والمنطقة عام مارة يعني محتاج مثل هذه الحالات ومثل هذه الحويج اللي هي مزيانة ومفيدة ونافورة رعفنا يعني الجمالية اللي غدر تعطيه كل الناس يبقوا يخرجوا يعني يروحوا عن نفسيانهم يعني بالنسبة لنا مزيانة أنا تيبالي يعني اليوم هو هو الفكرة الرائعة اللي كان خاصة يتفكر لها قبل ما أنه حتش هاد هاد رمبوة ديال بيرانزاران أو رمبوة ديال استوندار اللي خريبة يعني المجموعة من المحلات تجارية اللي معروفة بها منطقة دربغلف يعني تعاودها تكتر من جوش المراج بمجموعة من الميزانياج اليوم غادين نشوفوا واحد نافورة اللي غاد تعطيه جامالية يعني المنطقة ديال دربغلف يعني اللي جاش في المدخل ديال الحي كيف ما شاش عرف أنه المدخل ديال دربغلف يعني عنده واحد سبعة ديال المداخل يعني هذا المدخل من بيناد المداخل ديال الحي اللي ممكن أنها غاد تعطي جمالية جديدة للحي وكذلك أنها غاد تزيد من 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 زين ديال المدينة داربيضاء متل هاد متل هاد النافورة كذلك يعني هذا كان متيدات ديال واحد المشروع اللي كان ممكن أن نشوفه في الولاية السابقة اللي هو يعني تشئهيل شارع تسعود أبريل يعني غاد يشهد هاد تشئهيل اللي كنخصو يشوفه قبل يعني في الولاية السابقة هو توقفي يعني في هاد الروبا أو في هاد المدار اليوم يعني كنت شئهيل ديال المجموعة من من قنوات ديال الصرف الصحي من طرف الشركة المفوض لها تقضاء كذلك تنشوفه يعني زيارة تفقودية للرائزة المقاطعة لهاد الأوراج كذلك اليوم يعني الساكينة ما تكون غير أنها رادية على هاد الأوراج ديال البنية تحتية بسم الله الرحمن الرحيم نعتبروها نقطة إيجابية تكون عندنا واحد ناف ونطين هنا في واحد الحي شعبي اللي هو درب غلف كمتنفس تعطيه واحد الجمالي الحي درب غلف وش محتاج النافورة ولا محتاج الحاجة خورة؟ درب غلف يعني عندهم نقص ديال مجموعة من الأشياء من بين يعني المستوصافات الصحية اللي هم في واحد الوضع مقلق للساكينة يعني كذلك يعني الفضاءات ديال القرب وفضاءات كذلك يعني مجموعة من الفضاءات اللي غادي تمتقيل ديالهم يعني في إطار هذا البرنامج ديال المقاطعة تنتمنى أن تكون يعني المقاربة تشاركي في هاد العمل يعني كيف ما تبين يعني في بداية هاد الولايات أولويات كبيرة 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 لجينا نتكلمو ما غنساليوش كبيرة 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 كبير مشاعلى صعيد درب غلف محتاج بزيال الأمور يعني دارت أشغال دارت أشغال في عهد الرأي السابق السعب الصامت حيكر اللي ما نقدرش نبخصوه العمل دياله لا من تسفيت لا من إصلاح ديال الأزيقاء ونتمنى هاد المزلس هادة تهو ويكون واحد عمل ويكون واحد أشياء أخرى اللي هي ساكينة محتاجة لها ورأي سرى أدرب هاد شيئة هادة وفاعم جمعويا نتمنى ويوصلوا لديك شيئة خاصة